للأسبوع السبع عشر على التوالي مئات الآلاف من الإسرائيليين يتظهرون في عدة مدن ضد حكومة بن يمين نتنياهو وخططها لإجراء تعديلات على جهاز القضاء والتي تعتبرها المعارضة انقلابا على الديمقراطية وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن المتظاهرين تجمعوا في 150 موقعا واحتشد ما يزيد عن 200 ألف متظاهر في شارع كابلان بتل أبيب وحده ورددوا خلالها شعارات مناهدة لحكومة نتنياهو واتهامه وحكومته بالفساد أنا هنا للتظاهر مثل مئات الآلاف الآخرين الذين جاءوا للمطالبة بأن تحافظ الحكومة على دولتنا فبدون ديمقراطية لا نظام صحي ولا عدالة الحلم كله سيفشل متواجد هنا وسأكون هنا كل أسبوع حتى تسقط الحكومة برئاسة نتنياهو في بيان لهم قال منظم الاحتجاجات أن الخميس المقبل سيكون يوم شلل في كافة أنحاء إسرائيل أما زعيم المعارضة يائر لبيد وخلال مشاركته في تظاهرات فهاجم وزير القضاء معتبرا أن الشخص الذي أعلن الحرب على المحكمة العليا لا يمكن ولن يكون هو الذي يعين الرئيس المقبل للمحكمة الشرطة الإسرائيلية بدورها اعتقلت محتجين خلال مظاهرة بشارع 65 مفرق قاركور على خلفية إغلاق المفرق أمام حركة السير بينما عززت من تواجدها ودفعت بتعزيزات إضافية وأغلقت العديد من الشوارع تزمنا مع التظاهرات ترجمة نانسي قنقر